بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتل مع بعض مقرر هندسة البرمجيات Software Engineering قسم الهندسة الكهربية في الأول يا جماعة هناخد شابط الرقم واحد عن مقدمة Introduction يعني إيه Software Engineering في الشابط الأولين يا جماعة هنبدأ نغطي عدد من الموضوعات الموضوعات اللي هنتكلم فيها إن شاء الله أول موضوع اسمه Professional Software Development أو التطوير الاحترافي للسوفتوير وفيها هنتكلم يعني إيه Software Engineering What's meant by Software Engineering نحن بنعني إيه بكلمة Software Engineering Software Engineering Ethics أو أخلاقيات الـ Software Engineering وهنتكلم عن أخلاقيات الـ Software وفيها هل بنتكلم نقول هل الأخلاقيات الـ Software Engineering تؤثر على عمليات تطوير الـ Software هنشوف الكلام ده مع بعض وهناخد كسة Studies بعض الحالات الدراسية جميل نبدأ نتكلم مع بعض ونقول إيه Software Engineering هندست البرمجيات والمقصود بكلمة Software يا جماعة هنا معناها إن هي البرامج اللي إحنا لها موجودة كتولز كأدوات مساعدة لنا طبعاً هي Software الحاجة مش ممسوكة مش ملموسة لكن بنحس بالأسر بتاحها أو بالإفكت بتاحها وإحنا بنشتغل طبعاً الصوفتوير ده يا جماعة ده له أساسيات وطرق ومنهجيات في البناء يعني البناء بتاعه بإيه؟ يتبع منهجيات وطرق وأساسيات جميل طبعاً العلم اللي بيحتم ببناء الصوفتوير ده هو بنسميه Software Engineering أو علم هندست البرمجيات ده الكلام اللي إحنا إيه؟ مهتمين به في الكورس بتاعه طيب وبنبدأ نتكلم ونقول مع بعض إيه بقى؟ إن جميع البلاد دلوقتي الصناعية اللي بتحاول بتتطور كلها بتعتمد على ها؟ الصوفتوير وبناء الصوفتوير نقول مع بعض The economics of all industrial nations are dependent on ايه؟ ها؟ صوفتوير كلها بتعتمد على إيه جماعة على الصوفتوير معايا؟ وما تنساش إن معظم الأنظمة الموجودة حالياً واللي بتطلع دلوقتي حالياً جديدة بتعتمد على التحكم في الصوفتوير دوت مش كده؟ ها إذا نقول إيه؟ More and more Systems are software controlled تمام؟ طب نقدر نقول إيه بقى؟ نقدر نقول يعني إيه بقى هندست البرمجيات؟ نقول باختصار كده إن هندست البرمجيات ها جماعة هي تحت هي علم علم يهتم بإيه بقى جماعة؟ يهتم بالنظريات والطرق والأدوات علشان نطور ونقضم صوفتوير مبني على أسس علمي جميل فنقول مع بعض كده إنه software engineering is concerned with ثورز ها نظريات methods and tools وأدوات for professional software دفتوما عشان إيه نطور ونقدم صوفتوير إيه جديد للعلم جميل إيه كمان يا جماعة بنقول إيه بقى؟ خلي بالك إن عملية تكلفة الصوفتوير مهمة جداً لما نيجي ننظر لعملت البنائقه معايا؟ وإنها تعتبر شيء مهم جداً بالنسبة للدول اللي هي ايه بتصنعه اللي هي دول متقدمة اللي دايماً مهتمية بتطور الصوفتوير إذن نقول كده Exhibences on software represents a significant part in all developed countries مهتمين جداً يا جماعة بعملية تكلفة الصوفتوير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته